السلام عليكم. الفيديو مدين شوية وعايزنا عملهم كلاسفكيشن. فعندي الى تنتمي لكلاس واحد دول. ودول بينتمو لكلاس اتنين. وعايزنا عملهم باستخدام LVQ نتوك. طيب. تعال اول نحط البوينس برضو على الجريد عشان نشوف ادن ايه عندي خمسة وزيرو. خمسة وزيرو هي النقطة دي. كلاس واحد خليه ازرق كده وكلاس ثاني خليه احمر. دي خمسة وزيرو دي اول نقطة. وهكده عندي خمسة واتنين من عشرة وزيرو اللي هي مسلا هنا تقريبا. وبعدين عندي اربعة وطنين من عشرة وزيرو اللي هي هنا برضو. وبعدين خمسة واتنين من عشرة اللي هي دي. وهي بقى خمسة ونيجة في اتنين من عشرة اللي هي دي. كله كان ده كلاس واحد كله طبع طبع اول كلاس. طيب بعد كده عندي خمسة وزيرو اللي هي دي. وعد كده نجاد ف اتنين من عشر زيرو. وبعد كده نجاد ف اربعة و ثانين من عشر زيرو. ويه نجاد ف خمسة اثنين من عشرة نجاد ف خمسة و نجاد اثنين من عشر. ظو كده اتنين الجزئن دول طبع تلاس واحد. طيب تلاس اتنين. هتلاقي ان انت عندك. بالاحمر. زيرو زيرو اتنين من عشرة زيرو. هتلاقي زيرو زيرو والاربعة اللي حواليه يعني. عندك هنا كده تقريبا اهو. زيرو زيرو. عندك واحدة هنا. واحدة هنا. واحدة هنا. واحدة هنا. ده كده طبعة اتنين. والاربعة اللي حوالين خمسة. خمسة واتنين وعشرة وكده اللي هم عند الخمسة كده والحواليه يعني اللي هم هنا كده ودي 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 وكلة تلاس اتنين يعني ده تلاس واحد ده تلاس اتنين بيقول لها design lvq network عشان تسبريت الاتنين دول طب احنا عالفين lvq هي نوع الاس او ام في الاخر بس بيعتمد على classification هو بيقول لها design مش train فدزاين ده شبه كنا نعرف قوي خالص مع البرسبتر لو احنا بنحط الcorrect values of weights على طول فالحقيقة الشيء اللي احنا شايفينه ده ابسط الحقيقة خالص نحن واضح لدينا اربعة clusters واثنين دول طبع class اتنين ودول طبع كلاس واحد فنقدر احط اربعة neuron design ان انا احط اربعة neuron بتاعي هقول choose اربعة neuron وخلي مسلا الاولاني هنا ده طبع كلاس واحد وده طبع كلاس واحد كده اتنين neuron طبع كلاس واحد وحط اتنين neuron تانين هنا بلون تاني طبع كلاس اتنين اذا كده عندي خلصت الدزاين بتاعي هقول ان صحوم لدي مثلا دابليو واحد هو المنسبة رأي من كلSS واحد عندي كلاس واحد واحد اللي هو ده دابليو واحد ايقوال س confident ودابليو اتنين بتاعي neuron الثاني equal negative moved ماشي. بالنسبة لكلاس اثنين عندي هقول ده البيوتاريات اللي هو النيورون التالت اللي هو مثلا ده اللي هو زيرو زيرو. والنيورون الرابع اللي هو زيرو و خمسة. فهكذا رس عملت ديزاين ليه ال LVQ نترك اللي هو عايزة. طيب. السؤال ده بيقولي what are the resulting decision boundaries between the two classes. طيب هو السؤال هنا عارف ايه المناطق اللي في ال space لو جالي اجزامل معين هي classify طبعا class واحد لو points ثانية في التست data مش في training data دول هم training data. مين ايه المناطق اللي هت classify class واحد وهي هي classify class اتنين. طيب احنا عارفين في LVQ المترك بتاعنا ان احنا منحسب ال distance ما بين ال point وما بين ال centers. ونشوف اقرب center. و classify point بنفس class بتاع center ده فراندي اربعة centers هقعد اعمل الكلام ده. طيب. انا عايزة اسم decision boundary. decision boundary ايه تعريفه? decision boundary تعريفه اللي هو النقط اللي في plane بتاعتي او الشيء الخط اللي في plane او الخطوط سواء منحاني او مستقيمة في plane اللي مش عارف اعملها classification class واحد اتنين اللي هي في الاخر هي على نفس distance ما بين ال class ده والclass ده. مسلا فانا مش عارف هاديها label معيض. فده بيكون decision boundary. انا مش عارف هو ايه بالزبط. زي ما كنا في البيلسيبتر بنفس ال W transpose X. فلو ده البيل transpose X اكبر من واحد بيكون اقلاس واحد. لو اصغر من واحد او اقلاس زيرو. طيب لو بيساوي. لا اصلي لو اكبر من زيرو اسم اقلاس واحد. لو اصغر من زيرو اقلاس ناتف واحد او كلاس زيرو. طيب لو كان بيساوي زيرو بالزبط ساعتها بيكون على decision boundary. ماشي فدي معادلة decision boundary. لو جيت ابوص هنا. مسلا تعني شوف نقطة هنا مسلا. انا عارف نقطة هنا اكيد تابع ده. فاكيد ده مش عدسين boundary. نقطة هنا هتكون برضو تابع ده. طيب لو جيت ابوص انا عندي هنا ده عند خمسة وده عند زيرو. فالنقطة اللي عند اتنين ونص نقطة هنا كده. تعال اعملوا بلون تاني تعال اعملوا بلون. شايف. آآ. نقطة هنا بالزبط عن اتنين ونص. هلاقي نقطة دي على مسافة متساوية من الكلاس ده. والكلاس ده. فالنقطة دي مش عارف اعملها كلاسي فيكيش. مش عارف اياه طبعا عني. طيب لو جيت ابوص مسلا تعال ناخد ده وده بس دلوقتي ناخد الاتنين دول مع بعض دلوقتي. لو تلاك ايه هي ال 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 بتقع على مسافة متساوية من الاتنين دول. هتلاقي نقطة دي. وهتلاقي ان انت لو رسمت خط عمودي كده هتلاقي كل البوينت اللي عتخط العمودي ده اللي بيمر انتين ومص وقع على نفس المسافة من الاتنين. آآ او او من الاتنين دول. الماشي? فالحقيقة ان الخط ده لو انا ما عنديش اي كلاسيه خالص لو عنديش اي كلاسيه ما عنديش اي نيورنس تانية خالص هيكون الخط ده هو مبين الكلاسده ومن الكلاسده او مبين يورن به.iff ماشي؟ بس ده مش حيء أنا معندي مش 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 عاندي ده بس أنا عندي حاجة كتير بس ده على الألّ حاجة مهمة ده كده حاجة نعرفها ان احنا بدينا معلومة كويسة طيب كده خدت ده وده ممكن بنفس الطريقة أحاول أشوف الـ ما بين ده وده برضو أنا عارف ان لو نقطة هنا هتكون أقرب لده من ده فهتكون على كلاسفاء كلاسة 2 ماشي؟ لو نقطة مثلا هنا هتلاقي ان هي برضو أقرب لده من ده في كلاسة 2 النقطة هنا بالضبط وإداخلوا نقطة هنا بالضبط اللي هيحصل ده covet لكل النقطة ليه على نفس النسافة من ده وده فأنا عارف النقطة دي برضو عدشام بواندي لو أنا بتعامل معدول بس فمن ممكن نرسم خط تاني كده من هنا ل Ware كده وهقول ان الخط ده نكمله برده هو decision boundary ما بين نيرون ده والنيورون ده طيب الوقت بداية الدنيا توضح شوية بالنسبة لي ان انا لو نقطة هنا نقطة مثلا اي نقطة هنا كده فهي اقرب لده من ده عشان هي وقع في نحيا دي من الخط وفي نفس الوقت هي اقرب لده من ده عشان هي وقع في نحيا دي من الخط التاني فاذا النقطة دي اكيد تبع كلاس واحد ماشي طيب النقطة هنا هتلاقي النقطة دي هي اقرب لده من ده هنا او بصورة ادق اقرب center لها هو ده وبالتالي قربها من center represented by class 2 اقرب من قربها لل center represented by class 1 او ذات represent class 1 يعني فدي هتclassify class 2 فانحلاقي ان كل الpoints اللي هنا ده كده لا مش اقرب لده كده كده كل الرنج ده هيclassify class 1 والرنج ده هيclassify class 2 فده مفهوم صح؟ طيب لو جيت اقرب نفس الكلام هلاقي ان هو reflection هنا هلاقي ان انا عندي negative 2.5 هنا ممكن ارسم خطي ده كده عند نيجة 2.5 كده وبرده وبرده هلاقي ان انا عندي نوطة زي كده مثلا ونوطة زي كده مثلا واقدر ارسم خطي ده خطي ده نيجة وبرده اكمل كده هلاقي برده ان اي حاجة هنا هتبقى classified class 1 طيب اي حاجة في النص بقى اي حاجة في كل الرنج الباقي ده هيclassify class 2 وهيكون اقرب لclass 2 من class 1 فده كده هيتسكين من boundaries يعني لكده انا مجدش المعادلات بس ادي معادلة بس ادي معادلة بس ادي معادلة سهلة ودي معادلة سهلة كل دي معادلات سهلة طيب لو عايز اجيب العاجات دي بشكل formal اكتر شوية هنشوف نعمل كده ازاي طيب لو عايز الراجل ده اي هو الراجل ده هو المحل الهندسي لكل النقط اللي وقع على مسافة متساوية ما بين الاثنين اه بوينتس دول طيب تعال نجيب نجيب كنفاية معادلة فانعايز ايه انا عايز كل الاكس حيثو اكس حيثو magnitude اكس ناقص سنتر الاولاني كvector صح ممكن اقول هنا تربيع ممكن اقول distance تربيع يعني ماشي magnitude ماشي اكس ناقص سنتر التاني تربيع عشان ناعدش ااخد جزور طيب انا عارف ان السنتر الاولاني اللي هو ده عبارة عن خمسة وزيرو فانعايز هنا اكس واحد اكس اتنين دي كده عايز اجيب المعادلة اللي هي علاقة من اكس واحد اكس اتنين في الاخرى او اكس وواي ناقص ناقص خمسة وزيرو انا عايز ان اجيب منيتيود ده تربيع هنا برضو اكس واحد اكس اتنين ناقص زيرو وخمسة كل تربيع طيب فدي عبارة عن خمسة اكس واحد ناقص خمسة تربيع بلاس اكس اتنين تربيع اكولس اكس واحد تربيع بلاس اكس اتنين ناقص خمسة تربيع لو حاليت المعادلة دي هعرف اجيب اللي انا عايزه طيب تعال فكه تلاقي x1 تربيع نقص 10 x1 plus 25 plus x2 تربيع equals x1 تربيع plus x2 تربيع plus 25 minus 10 x2 ماشي هتلاقي x1 تربيع حطير مع x1 تربيع x2 تربيع حطير مع x2 تربيع وانا اتوقع ده انا متوقع ده قبل ما حل ان انا عايف ان امه خطوط مستقيمة فالتربيع ده مش هيدين خطوط مستقيم فانا عايف ان هو لازم يتيره إلا هتكون عامتها غلط 25 هتطير مع 25 وانا برده عارف ده ليه لان انا عارف ان الخط بمرموطة الاصل فمش هكون فيه اي term constant فحلاقي ان 10 x1 بسير 10 x2 ترى x1 بسير x2 يعني الموضوع بسيط جدا ده x1 equal x2 وده فعلا هو الحقيقي صح ده خط ميلو واحد بمرموطة الاصل فده كده x1 equal x2 اللي هو equal x2 equal x1 يعني فانا فيه جبت المعادلة دي لو انا عايز احلي من غير الجرافيكة الخارص هعمل الكلام ده اربع مرات تعال انت هعمل ديبة تانية هلاقي برضو حاجة هبلة جدا بس مش لازم عميل الخراص يعني وفي الاخر احنا عارفين ان ده هيطلع هجرب الكلام ده اربع مرات هجيب لله اربع معادلات اولا اجيبهم الجرافيكة ليه هيكون اسرع يعني تمام؟ فكده هو ده ده اللي هو عايزه فالتالت مطلوب بيقول لي بيقول لك هل انت انا هنا اخترت اربع مسلا اربع ويتس او اربع نيورونز هل في اي واحد فيه ممكن اشيله الاجابة اللي انا شايفها انه اه اني ممكن اشيل ده مسلا ان انا انا او شلت ده هلاقي ان لسه السنتر ده واخد دور كلهم معايا انا انا شلت ده كده خالص هلاقي ان النقط البعد ما بين مسلا اي نقطة من دول والسنتر ده اصغر من البعد من دول والسنتر ده طيب التالي البوينت د دي هتبقى ستيل كلاسيفا Gogets 2 وبالتالي لا محتاج ده اوي حتى رغم من ده ده هو ديزين الانضف ديزين الاكثر واقعية يعني بس انا مش محتاجه اوي عشان نكلاسيفاو التراينينج ده بس جايز يكون الدزين ده احسن لو انا عندي تيستنج داتا وده منطقة اكتري صحح لو انا عندي لو انا عايز ا اه 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 الاجزين ده احسن بس لو عاى ترينج ده بس ممكن اشيل ده عاده ممكن نشيل ده برضه أظن صح؟ ممكن نشيل ده؟ لا، لو شلت ده هيحصل مشكلة لا، نفعل نشيل ده، بس ممكن نشيل ده تمام